السلام عليكم ازايكم عميني للاغبار اه اتمنى القنوب خير نهاردة معانا اه حلقة جديدة بنتكلم فيها على فكرة طيب هي كانت المدخل الرئيسي اللي قام عليه معظم اللي خليها نقدر نكويري ونعمل على الديتاليكس والبيك دياتي طيب تعالوا نبدأ اول حاجة احنا هنا بنتكلم على اه حايف كان لو نفتكر بكه كانت عمل ليه قلنا عشان عايزين بدأ بنوع نكتب كل حاجة احنا عايزين نكتب سيكويل والسيكويل ده اوتوماتيك يترجم او يترجم لأي كومبيوت فورمات اوكي طيب جزء التاني فاحنا كنا عشان نكتب سيكويل احنا بنكتب سيكويل لو ناس شغلات بكتب سيكويل كولومز من تيبولز وعافي وعافي السكيمة بتاعته وممويتا داتا فكاننا عايزين طريقة ما ان احنا نايدنتفاي الفايل والميتا داتا اه سكيمة صح تمام اوكي يعني لو جينا قلنا ايه الحاجة يعني اللي هايف عملها كان البركترو في المجال هي الهايف تابل فورمات هايف خلى حاجة ما كانش موجود قبل كده ان هو قدر يخلينا من شوي نبني تيبولز او نشتغل عليها كتابل ككونسب اف تابل مش شرط يكون التابل ده هو بس هو خلانا نقدر نتعامل كجزء ان ازاي نعمل اه تابلز من اي معلوم فايلات او نقرأ تابل من الفايلات اوكي? وطيبا هايف يعني اما كان تخينيش الزاكا هو اول حد يما كان له وفعلا هايف كان فيه بركترو في الحتة دي اوكي? طيب فدلوقتي احنا بقى عندنا ان ال او اي او بجيكت فورمات نقدر نحولهم لداتا بيزنس و تابلز او تخين تعنى شوية فايلز كنت كل حاجة بتكتب كود يسكن او يكتب جافل بايسون كود يسكن الديركتورز دي داتا تكتب سيكوال والسيكوال دي بتقع فايلات اللي هي مترجمة لتيبولز وكل مجموعة تيبولز لها في داتا بيز الموضوع ده فعلا نقل الدنيا كلها بصراحة حاجات جديدة في البيج دي اوكي? طيب تعالوا نكمل طيب دلوقتي انا بقى عندي حاجة او بريكسرو او الحاجة ده دي خلتني اقدر اقدر او اشتغل على اللي موجود سواء او ايا كان هو اا اية فر كزامل اذا داتابيز ستورج يعني تخين انت كان عندك دايمان انا لو عايز اشتغل الاتابيز محتاج اعمل ايه? شوية كود ما کردوز والله سبارك يعملو اكسل اعلم البيجابي و يو سورج دي بس محتاج algorithm ده دي. حل? اه كان النوع بتاعها. ماشي? او كان زيها. بس بس كل ده كان ده فورمات يعني. مسلا بنكلم معها عندها اللي بيخليك ده تكوير ده بسرعة وتكوير الكلام ده. لكن انت دوقتي ما بقيتش محتاج لكل الكلام ده انت بقى عندك طريقة انك انت فورمات دي اي كانت شكلها تقدر تكوير الكلام ده هو. مش محتاج كستوم فورمات. استخدم او سورس فورمات. اوكي? طيب. برضو انت بقى عندك بمعنى انا لو عندي شوية او شوية او او كان شكلهم انا اقدر اكوير ده دي كنواتباز. ما بقى اش عندي ان انا محتاج عشان اعمل الكلام ده. بتقى لودي الداتا دي اعمل الالود في الداتا بيز بقى اكوير لا انت خلص الوقتي عن طريقة هيفتقدر تعمل من الفورمات او الفورمات تاع وهيفهم الكلام ده ويتعامل معهم الكلام ده. اوكي? طيب. ام برضو الجزء اللي احنا هنقوله هنا حدا مهمة يعني احنا قلنا الكلام ده بس بنأكد عليه. انه هيف بيستخدم الميتا ستور او الميتا داتا. اه اللي بتماب الرو داتا بتاعت اتش دي في اس للكولومز وطايبز يعني كل فايل كل فايل بقى ليه ميتا داتا يعني انا عندي سي اس في نفطلت في عشرة كولوم فادل بنسبلهم ميتا داتا. لو عندي بركير بركير لميتا داتا. لو جيسون نفس الكلام. فانت بقى عندك الميتا داتا دي او الميتا ستور. اللي موجودة في الفايلات ويخلي لك منهم كولومز وطايبز وهي يفيد او انت تكاري تقوله ده الشكل بتاعة هعمل ازاي. اوكي? طيب. برضو الجزء الجميل انك انت بقى تقدر تنظم دابيز تاعتك. ان كل دابيز ديها شوية يعني شوية لو جمعتهم مع بعض تحت معين بقى كده دابيز تاحهم وده التابحهم. او يعني اي دابيز دلوقتي اقدر احطها شوية فايلات شوية فولدرز وكل فولدر ليه طيب معين ويبقى دي كده بستعطي فايلات وده كوير فايلات دي. تبقى بيتا بيتا بيت نش فاقة معي. لو انت بترجع خطوة بتقارن اللي ده في المجال هتبقى محتاج تقارن ده بالجزء مسلا اللي ام اللي عاملته لكن ده تبقاش عندك المشكلة دي. تمام? تمام. اوكي طيب. انا اللي يعني بحكم شغلي يعني بطر محتاجة ارى شوية اه كتوبة على المجال اللي بيطلع جديد حلو? وي انا لسا بكر كتاب دي دلوقتي هو كتاب اصلا لسا ما يعني بتاعته ما ما طلعتش لايف. الكتاب اسمه اه اه باتش ايس بركز اتف نتف جايد. اوكي? الكتاب يعني انا عملت فيديو من فترة حطوكو لينك بتاعه كنت بتكلم عالكونسبت اللي هو كتاب بيتكلم في ده. اللي هو ايه ان احنا لو عايزين زي ما بتقول ايه نقطع نقطع اي سيستم كومبيوت وستورج او بيج داتا سيستم هيتكون من ايه? وايه النقط اللي هايف عملها او اللي اي فايل فورمات بيحاول يشتغل عليها. هو راجل بيتكلم على وده حتى نتكلم علي بعدين من ضمن الحاجات بتاعتنا. بس انا اخدت الجزء ده من الكتاب عشان ننقش وسوى. طيب. هو بيقول ايه هنا? بيقول لك اي داتا ليك اي دا ليك متكونها من شوية تعناصف. طيب اول حاجة نبدأ من اخر حاجة خاصة ايه هو كونسومشن طولز. شوية كونسومشن طولز دي اه قد تكون سيكويل انجنز قد تكون آآ كود اه ان كان هي ايه مش مو ممكن تكون ويب مش مو معندي اه ايه. طيب الكونسومشن طولز دي بتاكسز ايه او بتوتش ايه? كان زمان زمان بتروح ت اكسس شوية زي وده خلى ان الحياة كانت صعبة وغالية والكلام ده. قالك لأ انا راح اكسس شوية تيبل فورماتس. ركز معي. تيبل فورماتس هنا احنا هنا بنتكلم على حايف. فالتيبل فورمات ده بتاع حايف ده بالنسبة لي مش فاقة معي هو نوعه ايه? ممكن يكون براكري تيبل او 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 سي او سيس في. طيب التيبل فورمات ده قايم على فايل فورمات ايه تيبل ايه معاو الفايل. والفايل ده ايه معاو استوريج ايه ايه? فانت دلوقتي الحياة تاسم ايه? عندك شوية تيبل فورمات ليه فورمات معين? open source فورمات احنا نتكلم في الجزء ده. ولتحتيه فايل فورمات. الفايل فورمات ده ايه كان النوع بتاعه وتحتيه للستوريج اللي هي. الجزء كان في النص انك انت الدات اللي انت مخزنها دي. محتاج تقريد ده دي. فعشان تقريد ده دي محتاج حاكتين. محتاج اللي هو هنا قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون اثينا قد يكون اي حاجة تانية. والكاتالوج اللي بيكاتالوج اللي اتبوا الفورمات والميتادات دي ميتخزنها فيه. فاعجبني انا يعني سبحان الله كنت عامل نفس السلايد دي وانا مكنت قرأت الكتاب ساعتها في فيديو تاني حطولكو اللينك بتاعه تشوفوه موجود فوق هنا او تحت في الديسكريبشن بيكمل حتة دي. طب انا ليه اخدت جزء ده انا باش احايف تقعد صح? اللي هو حاجة نفطاية قديمة بقالها فوق اللي تلتاشر سنة. ليه دخلت الحتة دي? ان انا عايزك تفهم ان انت هنا انت دلوقتي هنا في في الليفل ده. انك انت ما بقتش محتاج تتكلم على الفايل. بقى عندك حاجة من الداتا اللي موجودة عندك. وان الكونسب ده هتسمع بعد شوية ناس تبدأ تقولك ايه? ده في حاجة اسمها ترانزاكشن داتا ليك? في حاجة اسمها ايسبيرج دلتا. اه هو دي. انت اللي محتاج تفهمه ان الحامل السيء يعني فيه فيزيكال اه استوريج اللي هي. واني افترض مسلا هنا لو امازون مسلا. حال? فوقها فايل فورمات. ايه كان نوبة كي قد يكون حاجة دي زي ايسبيرج. كلام ده هو. بس انت عشان يكون عندك على الداتا دي محتاج في تيبل فورمات او فورمات معين يديك شوية اه تسهيل انك تكون ديتا دي. فهنا حاملتكلم خلينا نقوله في ايه في تيبل فورمات. ممكن بعدين نتكلم على نوع تاني من تيبل فورمات زي ايسبيرج او اللي زي. وفي الاخر انا يهمني ان دول 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 ده كجزء كان عجام. دول ملهمش علاقة بالكمبيوت انجين. انا شلت الكمبيوت انجين نهايف وحطيت بعد شوية من خش عالكورس. تيجي تقولي انا حاس في حاجة دي الا انا كله عملت ان شلت ده وحطيت الكمبيوت انجين مختلف. شلت الكمبيوت انجين ده وحطت لك اه تورينو. ما تستراجلش. انت ما فيش حاجة عندك ما فيش مشكلة فيها. طبعا كل الكمبيوت انجين ممكن يكون عنده شوية كاتالوج يعني يعني طريقة معينة يخزن بقى الكاتالوج بتاعته. وفي تولز لا تقولك والله انا مايش دعوة انا اديني اي كاتالوج معي. تمام? انا قصدت اجيب حتة دي عشان ما يجب نخش على تابيز وحيف تابيز وحيف تابيز انت كده فاهم احنا بنتكلمها احنا كده بنتكلم على الليفل ده. ان احنا ازاي تابيز ده اتكون وحيف شغال عليه من انه تاني تاني حيف ما بيتكلمش يعني مختلف عن حيف. بس انا مش فارقة معنا. انا في الاخر يعني فيه ستور ثابت. في شوية تختلف او تثبت. وعندي ده اللي ناس كورا بتدعب فيه الوقت. اعطاك ده دي بقى يعني شوية تبقى فيه ستلمنت يعني ياما بتستخدم اه اتي ال زي سبارك او اللي زيه او لو انا افطرد. وعند اشارة سيكوى الانجين اقوى واحد ده في سوق اعطاك ترينو واللي زيه وفي داتا بريكس برضه عشان اكون صحيح. والكاتالوج اللي هو اللي بيخزن الميتا تابتا عداته. اوكي? طيب. هنا احنا عندنا هناخد هنتكلم على من ده هو ايه? احنا اللي عايزين نعرف الجزء ده قبل ما نخش على ان كل بيبقى يعني او لنكت بفولدر غالب ما يعيش دي في اس وان كل فولدر جوا طيب شكل الداتا دي وشكل دي دي اللي هنعرفوا الحلقة الجاية. طيب? اه سبكو هنا وان شاء الله الحلقة الجاية هنبدأ نتكلم على حايف داتا مانجمين داتا بيزيز. اوكي? اه شوفكم بخير. السلام عليكم حتى بركاته.